حدثني يحيى بن إسحاق أخبرني يحيى بن أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ربيعة بن لقيت عن عبد الله بن حوالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نجى من ثلاث فقد نجى ثلاث مرات موتي والضجال وقتل خليفة مستبر بالحق معطيه حسن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا الجريري عن عبد الله بن شقيق عن أبني حوالة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل دومة وعنده كاتب له يملي عليه فقال ألا أكتبك يا أبن حوالة قلت لا أدري ما خار الله لي ورسوله فأعرض عني وقال إسماعيل مرة في الأول نكتبك يا أبن حوالة قلت لا أدري فيما يا رسول الله فأعرض عني فأكب على كاتبه يملي عليه ثم قال أه نكتبك يا أبن حوالة قلت لا أدري ما خار الله لي ورسوله فأعرض عني فأكب على كاتبه يملي عليه قال فنظرت فإذا في الكتاب عمر فقلت إن عمر لا يكتب إلا في خير ثم قال أه نكتبك يا أبن حوالة قلت نعم فقال يا أبن حوالة كيف تفعل في فتنة تخرج تخرج في أطراف الأرض كأنها صياصي بقر قلت لا أدري ما خار الله لي ورسوله قال وكيف تفعل في أخرى تخرج بعدها كأن الأولى فيها أنتفجة أرناب قلت لا أدري ما خار الله لي ورسوله قال اتبيعوا هذا قال ورجل مقف حينئذ قال فانطلقت فسعيت وأخذت بمنكبيه فأقبلت بوجهه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هذا قال نعم قال وإذا هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه حثنا حيوة بن شريح ويزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية قال حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن أبي قتيلة عن أبني حوالة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيصير الأمر إلى أن تكون جنود مجندة جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق فقال ابن حوالة خر لي يا رسول الله أن أدركت ذاك قال عليك بالشام فإنه خيرة الله من أرضه يجتبي إليه خيرته من عباده فإن أبيتم فعليكم بيمنيكم واسقوا من غدوركم فإن الله عز وجل قد توكل لي بالشام وأهله حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرني يحيى بن أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ربيعة بن لقيت عن عبد الله بن حوالة حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نجى من ثلاث فقد نجى ثلاث مرات موتي والضجال وقتل خليفة مستبر بالحق معطيه اشتركوا في القناة